كبدت القوات المشتركة ميليشيات الحوتي خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بينهما أثناء محاولة الميليشيات التسلل والهجوم على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الدراهمي مصادر عسكرية أفادت أن القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوتي بصلابة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأجبرت على التراجع تجر أذيال الهزيمة وأضافت المصادر أن الخسائر التي تعرضت لها الميليشيات خلال تصدي القوات المشتركة لمحاولة التسلل هي سقوط العشرات من القتلى والجرحى علاوة على تدمير أسلحة من عتاد الميليشيات بينها مدفع 23 كانت تحاول الميليشيات مهاجمة مواقع القوات المشتركة به وتواصل القوات المشتركة تلقين ميليشيات الحوتي دروسا قاسية وتدفعها ثمن الخروقات للهدنة الأممية في الحديدة وسط صمود وثبات أبطال القوات المشتركة الذين يدافعون عن مواقعهم بكل شجاعة واستبسال